بعد الهدنة ونجاح الهدنة وعملية تبادل الأسرة هل تعتقد أن المقاومة حققت نجاحاً بعد الدمار الذي حل على قطاع غزة نحن رأينا 15 ألف شهيد أكثر من 1300 مجزرة هدم الكنائس والجوامع تشريد المواطنين الفلسطينيين الهجوم على المستشفيات هل ترى أن المقاومة حققت نصراً سياسياً إعلامياً عسكرياً؟ نحن رحبنا بالهدنة التي تم الاتفاق عليها بجهود مصرية مشكورة ومقدرة عالياً وجهود قطرية أيضاً مشكورة ومقدرة عالياً وشركاء إقليميين ودوليين آخرين ساهم وشاركوا في التوصل إلى هذه الهدنة هذه الهدنة ضرورية وحيوية ومهمة جداً من أجل فتح ممرات إنسانية وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية والبترولية لقطع غزة وقد نجحت مصر فعلاً بالشراكة مع دولة قطر بإدخال هذه المساعدات لأنها كنت تدخل من معوى الرفع من خلال الأراضي المصرية أنا زرت شمال سيناء ووقفت عن كثب عما تبذله الدولة المصرية والقيادة المصرية وخاصة جهود الدولة هناك أركان الدولة في شمال سيناء سيادة المحافظ وكافة أركان الدولة هم يواصلون العمل ليلاً ونهاراً من أجل إدخال هذه المساعدات فالشكر والتقدير لكل أركان الدولة المصرية الذين يعملون على تحقيق ذلك من أجل تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني هذا من جانب آخر برغم أننا ننظر بأهمية كبيرة للهدنة ولوقف إطلاق النار لكن نحن نطالب بوقف هذه الحرب بشكل فوري وعاجل ومستدام وفتح أفق سياسي يفضي إلى أنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني والأرض دولة فلسطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وطنية كاملة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأي إنجاز يحقق هو إنجاز للشعب الفلسطيني لذلك نحن لا نريد أن ندخل في حسابات وتقييمات وأرقام نحن مازلنا تحت الحرب ونتعرض لتهديدات صادرة عن أركان مجلس الحرب الإسرائيلي خاصة من نتنياهو ومن وزير الأمن جالنت الذي قال بالحرف الواحد أنه سيستأنف تدمير قطع غزة بعد انقضاء أيام الهدنة واليوم هو اليوم الأخير لهذه الهدنة أنا لا أعرف إذا كان ستنجح الجهود المبذولة الآن لتمديدها أم ستواصل أو تستأنف إسرائيل حربها الشرسة البشحة المجرمة على الشعب الفلسطيني في قطع غزة